من أهل الجزيرة نروح لأهل مدينة نصر وزميلنا العزيز فاروق صلاح اتفضل فاروق طبعاً بكل التحية للكابتن أيمان شوقي وضيوفي الكرام كباتم مصر الكابتن علاء ميهوب الكابتن أسامة عرابي الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أسامة حسني يوم إن شاء الله يوم يكون سعيد على كل جماهير للنادي الآلي والنسخة رقم 30 من كأس السوبر الإفريقي المباراة اللي هتجمع ما بين النادي الآلي بطل دوري أبطال لفريقيا ونادي الرجاء البطل المغرب وبطل كأس الكونفدرالية في المباراة التي تقام على أستاذ أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة احنا موجودين هنا بفرع لنادي الآلي بمدينة نصر دور كبير جداً هنا وجماهير النادي الآلي على الرغم كابتن أيمان من انخفاض درجات الحرارة والطقس البارد ولكن حالة الدفء اللي موجودة داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الآلي توافض أعضاء النادي الآلي النهاردة متعودين على طقوس حضور المباراة والعودة من جديد لأجواء مباراة النادي الآلي في البطولة الأفريقية وكأس العالم للأندية نفس الصورة ونفس المشهد بتكرر من جديد بنعيش مع أعضاء النادي الآلي هنا دارة التنفيذية في النادي الآلي خصصت أكثر من خمس أماكن لمشاهدة هذا اللقاء خمس أماكن في المنطقة التي نتكلم عليها واحدة من أهم المناطق في فرع النادي الآلي مدينة نصر منطقة الفوت كورت والشاشة الرئاسية وأيضاً الحديقة الاستثمارية والمبنى الاجتماعي والحديقة الترفية وأيضاً مجمع حمام السباحة دور كبير جداً بتقوم به أفراد النادي الآلي فرع مدينة نصر والإدارة التنفيذية لتسهيل وتيسير كافة الأمور لأعضاء النادي الآلي الأعضاء هنا كابتن عايمن تقدر طول قبل دقايق من انطلاق المباراة الجميع يعني حالة من الرضا مع أعلان التشكيل أعلانه مستر بيتسو موسماني جميع أعضاء النادي الآلي بيسقوا فيه أي 11 لعب بيحملوا قميص النادي الآلي كلنا ثقة في 11 لعب الأعضاء كلهم بيمنوا النفس طبعاً بطولة إن شاء الله الثامنة للنادي الآلي في السوبر الأفريقي أحاديث الجانبية ما بين الأعضاء أنت عارف طبعاً يا كابتن عايمن هنا الأعضاء الرواد ويعني الشباب وأيضاً موجود كطاع النشئين الجميع النهاردة يعني إن شاء الله هيقدم تبلغ فني ومباراة إن شاء الله طليق بيء للنادي الآلي وهي العابة للنادي الآلي يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار في هذا اللقاء إن شاء الله يا كابتن عايمن نستمر في الفرحة إن شاء الله ونغطي كل الكواليس من هنا من فرع مدينة نصر إن شاء الله عقب نهاية اللقاء وبإذن الله وتتويج النادي الآلي بكأس السوبر الثامنة بإذن الله من جديد تعود الكلمة للكابتن عايمن شاوي شكراً جزيلاً الزميل العزيز فاروق صلاح 蒸ح إشتركوا في المشاهدة